بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي أهلا وسلام بكم معكم مستر عمر ناديان إن شاء الله نهارده هنشرح جزء في الليسون 1 ويونت 1 معنى كيميكول راكشنز ونتكلم فيه على سيرمال كومبوزيشن راكشنز بإذن الله هناخد الخمس أمثلة أو الخمس أنواع فراعية اللي فيها ونحاول إن شاء الله نحل في نهاية الفيديو وبالذات المميزة عليها إن شاء الله فتابعوني وخليكم معي واللي حابب يفهم إحنا كنا ماشيين إزاي في الموضوع إحنا كنا بدأنا كده في الأول خلص خادنا تعريف وده كلها الأنوان بس مش بالتفصيل طبعا يعني وقفنا لحد هنا كده ده كان في الفيديو الأول هنا اللي هو اسمه أساسيات كيميائية هامة بحيث إن أنا من بعدها بدأت على نظار اللي هما الثلاث فيديوهات إن أنا أشرح أساسيات كيميائية هتساعدك إن شاء الله في المحتوى بتاع المنهج بتاعنا وبعد كده إن شاء الله في المراحل اللي جايك حاجات تأساسية مهمة جدا فاللي تشرح قبل كده من المنهج أو من اللي سن ده هو الأنوان الأول والتاني والتالت ده نعم إحنا دلوقتي هنبدأ بقى في فيديوه المفاصل نتكلم على أول نوع بالتفصيل اللي هو Thermal Decomposition Reaction هنا Thermal Decomposition Reaction Thermal يعني Heat LZR Chemical Reaction هي عبارة عن تفاعلات كيميائية يعني فيها reactant ويت تتحول المهمة بيحصل اللي هو التكسير عن طريق الحرارة والـ compound ده يتحول لحاجة يعني يتحول لـ لمركبات أصغر أو يرجع لشكل اللي هي العناصر الأولي أولا عشان نميز Thermal أو Heat Decomposition Reaction دايما هيبقى عندك في ناحية reactant أو left موجود compound ويت تحول لحاجتين طيب هنا هوللكوا على شكل أوضح وأحسن تفهموا منه الموضوع هنا دايما الطرف reactant هيكون موجود فيه اللي هو compound مركب المركب عبارة عن كذا element مع بعض compound ده يحصل اللي هو Decomposition by Heat يعني هيتحلل بتأثير الحرارة يأما يتحول لـ Simpler Compound يعني يديني compound صغير أصغر يعني أو أبسط plus compound ثاني أو أنه يرجع لشكل primary elements بتاعته اللي هو element plus element أو يديني compound اللي هو simple بسيط يعني صغير plus element وكل حاجة من دي عليها مساحة يبقى دايما الطرف بتاع reactant هيبقى عبارة عن compound واحد هيتحول لإما compound plus compound فسيكون simpler or element plus element or compound plus element مهم جدا تحفظ الشكل العام بتاع thermal decomposition reaction بحيث أن هنا دايما بيبقى فيه حاجة واحدة إنما هنا فيه حاجتين بتلات احتمالات قلنا عليه وآه لأنه ساعات بيجيب لك في الامتحان اللي هو يقول لك كمل equation معينة وبعد كده mention the type of reaction فأنت تبقى عارف اللي هو الشكل بتاع thermal decomposition reaction لأنه ما نجي ناخد substitution reaction هلأ دايما فيه هنا حاجتين وبيتحولوا لحاجتين تانين تمام يعني بيبقى فيه حاجتين هنا وحاجتين هنا لكن هنقول عليها إن شاء الله تساعت يعني في السمبل substitution هتلاقي element مع compound يدين element to compound تمام إنه ما double substitution يبقى compound plus compound يدين compound ثاني plus compound وحكذا ماشي فهنعرف بإذن الله فإحنا دلوقتي كلنا تركيزنا على thermal decomposition reaction وتعالوا ما نعمل لها mind map كده جميلة تقدر تجمع لنا الموضوع إن شاء الله إحنا نشتغل thermal decomposition على اللي هما خمس أمثلة من تمام اللي هما أول حاجة metal oxide هنشتغل على اللي هو compound اللي هو metal oxide طبعا نتعلم بقى metal oxide ونو metal oxide وغيره تمام في metal hydroxide hydroxide اللي هو غالبا بيبقى بيز أو الكالي تمام في metal carbonate ده بيبقى عبارة عن salt لأنه positive ion معنى جهة في أتمو كوب تمام ومثل sulfate ده برضو عبارة عن salt لأنه positive ion معنى جهة في أتمو كوب وآخر حاجة اللي هو metal nitrate برضو ده عبارة عن salt نوع compound الأولاني ده اسمه metal oxide هو نوع كده المثل hydroxide ده اللي هو بيو أبيز أو الكلاي تمام زي مثلا c u o h اهو تمام لو قلنا الحاجة اللي بتنتبه ال o h بتاع تصنف على انها بيز ولو كال بتدف الماية تبقى الكلاي في مثل الكربونيت ومثل sulfate ومثل nitrate كل دعو عبارة عن اتحاد positive ion مع negative atom group فهي ده يديني اجنوع compound اسمه salt تمام تعالوا ما نشوف اللي بيحصل لما بيبقى فيه single composition لكل compound منه اما بيحصل single composition للمثل oxide تمام ده بيعمل ايه خالي بلكو احنا هنتكلم على قاعدة وقاعدة نطبق عليها بمثال تمام يعني مثل اكسيد لو ميحصل لدي composition بيهيد ده طبعا رمز الهين يديني مثل plus oxygen تمام طيب ده موجود عندي كمثال حاجة اسمها اللي هو mercury oxide mercury oxide h g o ده رمز mercury وده رمز اللي هو ال ox فيروح مي ديني ايه هيديني مثل متمثل الميركري plus oxygen لكن طبعا الكلام هنا ما خلص لبقى اول حاجة ال h g o طبعا ال h g من الحاجات ال di valent تمام ود oxygen كمان di valent رحوا مع بعض فإدالي الرمز النهائي ه g o يحصل له تكسير هيتحاول لمثال h g ود oxygen همتفعنا ان ال active gaz يجب يكون موجود على هيئة diatomic local يعني دايما بيبقى الملوكي البتاع عبارة عن two atoms مسكين فضع تمام ومن هنا بدأ يبقى فيه خلال في الوزن المعادلة ادي hg لو هنتعيد كده خرجت one atom انما كان one atom بس خرج two atom اه يبقى كده فيه حاجة مش موزونة فنحن هنعمل ايه قال لي هنوزن المعادلة تمام طيب الوزن ده بيتم ازاي وانتهى البساطة انا هشوف الطرف الاضعف مين هو الطرف الاضعف والله الطرف الاضعف هو الطرف ده تمام لان هنا كان وخرج بقى two فارح حطت هنا two بس two دي بقت مضروبة في hg مضروبة في o طيب two او هي زي او تول اتوم زي كده ودي كمان انما هنا two times hg وهنا لسه في one hg يبقى نحط هنا two فتلاقي الوزن بتاعنا اللي هو two hg o يدينا اللي هو two hg plus o two اللي خلى في two هنا وتو هنا هي الاكسجين لان الاكسجين ما ينفعش يوجد بصورة اللي هي على يد لازم يبقى عبر عن والمولوكيل بتاعه بيبقى زي ما درسنا قبل كده تمام فممكن لو اعوزين نحفظ على طول لازم تبقى كابتل سهم عليه اللي هي الهيت وفاضل حاجة كمان مهمة هي الالوان تمام اللي هو اللونه ريد فبنقول عليه ريد ميركريك اوكسايد بيتحول لإيه بيتحول اللي هو بيعتبر السيلفر او اللي هو اللونه فضي اللي هو الاكسوجين طبعا غاز بيتطلع على هيئة اللي هو بيتطير او بيتطلع يعني من ارتفاع تمام هيت اللي هو اللون الريد بيتحول للون السيلفر وده اول مثال معي خلابه لكم اول حاجة ممكن تيجي هي الجملة تيجي برا عن كومبليت احنا هنا بنكلم على فهنا بيقول اسم بتحول طبعا للمتال الاصل ويحصل له وانعرف ازاي نعمل او تحديد اللي هو الاكسوجين جاز تمام فهنا المثال اللي عندي على المتال اوكسايد اللي هو عرفنا انه لونه احمر وان الرمز ده جاه لان ده كان روح مع بعض فتبقى لي الرمز بتاعه اللي هو خلي بالكم هنا الرقم ده ده عشان نعمل اللي هو التوازن بس المعادلة انما ده يعني طبيعته انه يعني مش يعني مش حاجة اسمها ان الاصلية بتاعته اللي هي عبارة عن لا هو اسمه وعرفنا جات ازاي ازاي طب هنا بيقول لي في عندي سؤالين اه السؤال الثاني give reason the formation of celery color او لون في الضي on heating red mercury oxide فنبدأ نحكي الحدوثة كلها هقول له ايه اللي حصل هقول له طبعا give reason لحط because red mercury oxide خلي بالك انت بتتكلم بالالوان والصيغة بالالوان والchemical formula الcolor والchemical formula red mercury oxide decomposes by heat into mercury اللي هو رمزه HG كألمنت تمام فهي ديني اللي هو الوان silvery precipitate precipitate اللي هي اختصارة ppt ده معناها راصب في الضي طالما هو بترصب يبقى add the bottom of the tube يبقى كده اول حاجة طلعت معايا اللي هو HG تمام وطبعا عرفنا الوزن كذلك and oxygen gas اللي هو O2 evolves اللي هو يتطير وهنا قلنا diatomic بيبقى ملوكيول ولو رحنا بصينا للرسمة دي الاتشي جي ايون لان عمل لطو عشان كده الفلنسيب تاها كان واد الاتشي جي او او نيجاتف تو اللي هي عمل الجين لطو فبدان اللي هو اتشي جي ملوكيول خلنا لك الاكسوجن اللي طلع هنا عبارة عن ايه ملوكيول او كل اتشي جي هنا كان ورع نائقة اتشي المهم انا ازاي اعرف ان في اكسوجن خرج هنا او طلع هنا قال لي والله ان الاكسوجن عارفين ان هو لكن هو بيساعد في الاشتعال فانت هتروح مقرب له يعني خلي بالك انت لازم عود الكبريت اللي يكون مقرب هنا كده او تكون اساسا يعني بالفعل مشتعي لك لانه هو مش هيشتعال هالك هو يساعد في الاشتعال فقال لي عشان تعمل او تقدر تحدد ان اللي طلع ده اكسوجن قال لي ان الاكسوجن مميزاته بيخلي التوهج بتاعه ان هو يزداد تمام ودي المعادلة اه موجود عليه وده طبعا اللي هو بيتصعد تمام شباب بنخلي بانا كده ان احنا كل حاجة كتبنا وطب اخر ملحوظة بالنسبة للمعادلة هنا الكمباوند اللي عندي اللي هو كان متمثل في ال اتش جي او اتحول هل الكمباوند وكمباوند ولا الكمباوند ولا الكمباوند اه لا ده رجع للشكل بتاعه اللي هو الكمباوند واد الكمباوند تمام تمام حد يقول مستده هناك مكتوب ملوكيول واتون اقول لك بعد موضوع ده كلمنا فيه كثير ان الملوكيول المتل هيدروكسايد المتل هيدروكسايد وركزه معايا في كل التفاصيل انا ما بحبش هحفظ انا احب افهم اشان الحفظ سهل وكمان اه اسس للي بعد كده ان شاء الله هتحال ادي المتل هيدروكسايد هيحصل له سيرمن توكمبوزيشن هيديني ميتل بلس اللي هو اه ميتل اوكسايد ميتل بس طالما فيه تسخين هيبقى ووتر فيبر فاللي هو هيتصاعد المهم المتل هيدروكسايد اللي معايا هيبقى اسمه كوبر هيدروكسايد تمام وده هيتحول ب السيرمن توكمبوزيشن ل كوبر اوكسايد كمثال على المتل ماو المتل يتحول بقى كوبر الهيدروكسايد ده اسم الاتومي جروب زمهية عادية هيتحول ل كوبر اوكسايد بلس اللي هو بخار ماء وهيتصاعد تعالوا نكتب ونحدد الالوان ونوزن معادلة ونعمل كل اللي احنا عوزينه تمام لكن قبلها لو لاحظنا حاجة انا كان عندي هنا المرة ده مركب اتحول يعني ده اصغر اللي هو المتل اوكسايد لانه اكتر من وكمان الواتر هو عبار عن كمباوند فاحنا كده عرفنا الشكل العام بتاع المعادلة بتاع المتل هيدروكسايد المهم مجموعة الهيدروكسايد اللي هي او اتش لو خذتم في جنب كده ودي الو اتش ده داي فيلانت وده مونو فيلانت فبنعمل السيزور فهتبقى الاتوم جروب كلها بتتحط في فيدينا يبقى ده الشكل بتاعه تمام يا شباب يبقى وده السبب بتاع ان هده تطلع في الشكل ده يحصل في يديني حاجة اسمها قبر اكسايد طيب مهو والاكسوجين اهو يبقى دا ودا راح مع بعض يبقى 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 اللي هو الواتر ويكتب تكده ده الشكل بتاع المعادلة لحد دلوات تمام او اللي هي الاكويتشن يبقى سي يو وو اتش تو علي هيت سي يو او ويهو اللي هو اا اا افولبينج اللي هو الواتر تعالوا ما تشوف المعادلة اللي هي انت عندك خرجت وان اتم و اتش اللي هي في قوس دي كل معناه ان الو اتش دي مقرره مرتين يعني انت عندك اتنين او وعندك اتنين اتش تمام المهم لان دي تعالوا اتش 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 هيت Es هemas ه ه اتش يعني معادلة موزولة بدون اي رقام اضافية المعادلة كده متزنة او بالانسد بدون اي ارقام اضافية يبقى ده الشكل انها ابتالة سي يو او اتش تو ايرو هيت سي يو او بلس اتش تو او ويه اللي هو افوف طب فاضل ايه فاضل الكالرز ده لون يا شباب بلو كابر هايدروكسايد لونه اللي هو ازرق الكابر اوكسايد اللي هيكرر معنا كتير لدرجة ان احنا هناخده فيه بازن الله في هيبقى اللون بتاعه اللي هو بلاك تمام؟ لونه اسود وطبعا اللي هو الوطر طبعا اللي هو عديم اللون تمام يا شباب يبقى ده الشكل او كل التفاصيل الخاصة او يبقى هنا بنتكلم على فهنا دي ممكن تيجي على ايد كومبليت وبعد كده ناخد مسألة عليه واللي سم متل هايدروكسايد دي كومبوزز باي هيت انتو تتحول ايه لمتل اكسايد كسيمبر كومباوند اللي هو الاول اللي هو الاول اند ووتر فيبر كاللي هو الكمباوند التاني فهناخد في بالخصوص او جديد حقا او انه بيتحول لوني بلاك حقا او انه بيتحول لوني بلاك حقا او انه بيتحول اللوني بلونك حقا او هنأتكلم بالكاميكية تمام؟ اقول له خلق اجابتك متكاملة تكلم فيها عن كل حاجة اسم تمام؟ تمام؟ صح ان شاء الله تمام برمز تمام برمز تمام برمز تمام برمز تمام برمز يديني يديني وده كل التفاصيل الخاصة نشوف المثال الثالث اللي هو طبعا النوع نتيجة اتحاد مع تمام؟ تمام؟ يديني تمام؟ كمباوند اول وده كمباوند وده كمباوند تاني اذا اول حاجة عارفنا ان انا هيكون معايا كمباوند هيتحول لتو كمباوند كمباوند وكمباوند تمام؟ المثال من المثال اللي هستخدمه برضو هيبقى القبر يبقى دي تمام؟ هيتحول بالهيتنج لحاجة اسمها كابر اوكسايد اكيد لان المثال اللي معايا هو الكابر بلس كاربوند اوكسايد اللي هو سي او تو ده رمزه ثابت زي ما كان معايا الووتر فيبر تعالوا هنحول الكلمات اللي هي كاميكا الفورميولا ونشتغل الكابر رمزه سي يو نجموعة الكربونيت سي او سري لو اخذناهم في جنب كده ادي سي او وادي سي او سري ده داي فيلنت ودي داي فيلنت اتومي كرو تمام؟ لان دي بتعمل لوز لتو دي بتعمل جين لتو فاحنا بنشوف النمبر افلوست اير اور جين اللكترون وبنكتبها كفالنسي المهم هيطلع الشكل النهائي ان هو مفيش اي ارقام زيادة لان دي هتروح مع دي هيروح مدينة سي او سي او سري ده الرمز النهائي بتاع القبر الكربوني سي او سري نركز القربون ده الوحده والاكسوجين الوحده والسي او ده كده على بعضه فلازم نخلي الرمز دي تبقى تمام؟ فهنا هتبقى فيه فالقبر اوكسيد رمزه سي او او لسه برضو هادئين منشان ودي فيلنت ودي فيلنت هيروحوا مع بعض فيتبقى الشكل ده بلس سي او تو اللي هو الكربون دايكسيد تفعين؟ لاحظوا ان فيه غاز بيبلا طالع نتيجة اللي هو عملية اله ونروح نشوف المعادلة اللي معي او اللي هي متوازنة او موزونة ولا لا تمام؟ فبنعمل ايه؟ بنقارن هدي عندي 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 او او اتوم وفي هنا اتنين يبقى كده المعادلة ملزونة بدون أي أرقام إضافية يبقى COCO3 تمام يدينا COO plus CO2 وده الشكل النهائي للإكواجين بتاعتي وهي تبقى عندي اللي هي الكالرز فهنلاقي أن الكبر كاربونيت اللونه جرين اللي هو لونه أخضر هتحول لبلاك سابستانس اللي هي الكبر أكسايد وطبعا أي غاز بيبقى كالرلس في الغلب فالجرين هتتحول لبلاك وتعالوا أما نقرأ اللي احنا شرحناه هنا الثالث حاجة سيريميل دو كومبزيشن أوف موست ميتال كاربونيت فهنا بيقول لي موست ميتال كاربونيت تكومبوز باي هيت لمن بقى تتحول لإيه لميتال أكسايد وكاربون داكسايد جاز إفالف وطبعا هنتعلم كيف نعمل برضو دي تكشن لكاربون داكسايد ويمكن عارفين لبلاك لو هو كلير لاي موتر المهم هنا بيقول كالعادة هتلاقي في سؤال وسؤال نفس الكافية بيقول لي what happened الأول هيتين غريين كاربونيت أو بلاك سبستانت اسفورميل وان هيتين غريين كاربونيت هلو بكوز غريين كاربونيت أدي الكالر وأدي الكيميكال فورميولا مع بتاع الكمباون نفسه كاربون داكسايد كاربون داكسايد بنعمله ازاي شباب قال لي انه هو بيعمل تيربيدي تيربيدز تيربيدز اللي هو بيعقر طب يعقره ازاي عن طريق انه بيتفعل معه عن طريق انه بيتفعل معه يعني هي معلومة اضافتك اضافية لكم اللي هو ماشي فاكرين ده مش قبر هيدروكسايد اللي احنا اخذين من شفاء اسمه كالسيم هيدروكسايد كاربون داكسايد لما بيتفعل معه بيدينا حاجة اسمها كالسيم كاربونيت اللي هي وده طبعا اللي هو بيبقى اللون اللي هو تمام ده كده معلومة اضافية يعني عشان تفهمه بس وزاي بيعقره عن طريق انه بيحاول المادة اسمها كالسيم كاربونيت والكالسيم ده بيبقى المهم مش مضعنا نرجع تاني اللي هو الكبر كاربونيت قبر مش كالسيم كاربونيت سي و سي او عليه الهيدنج يبقى هو ده الشكل النهائي بتاع بتاعي ودي اخر حاجة هنشرحها ان شاء الله هنا الاسئلة عندي اسئلة عادية ممكن يقول لي اللي هو التعريب بتاعه تفاعلات الاستبدال اه تفاعلات الاحلال او التكسير الحراري تمام هنا بيقول لي ده طبعا هنا بيقول ده ده خلق الاسم المثال لا يبقى اقبتك بكلمة مثال المثال اوكسايد بتحاول اوكسجين تمام لو اداني مثال بقى المثال ميركري لا ما اقوم اقبتك المثال ميركري اوكسايد ما اقبتك ميركري اوكسايد هنا بيثنى على اللون طبعا الميركري اوكسايد كان لونه ريد اتحاول للون السيلفر اللي متمثل في الميركري الواحد ميركري بعد كده ميركري اوكسايد 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 تمام انا هنا طلب اوكسايد بمتال بجاوب بمتال اللي هو ووتر فيبور بخوار ماء تمام طب قبر هيدروكسايد ديكمبوز باية انتو كابر اوكسايد هيتحاول لكابر اوكسايد وووتر فيبور بخوار ماء طب انهيتنج كابر هيدروكسايد زي كالر كالر تشينج طبعا كان لون بلو اللي تحاول بقى اللي هو بلاك مست متال كربونيت اندرغو سيرمال متال قربونيت يبقى برضو تديني متال واوكسايد و PRESCRIPTION تمام بقى بدو يبقى قبر اوكسايد اللي هو اوكسايد النحاس اللي بتبقى دونه اسوى and Kabund طب الاوكسايد يتحاول من غرين لليه اللي هو بلاك ليه لان البلاك هنا متمثل في قبر نحاس من الاسאלة تليجى يبقى احنا كبقاء خلاص حافظناها وفهمنا هي جاءت ازاي 2HGO عليه الهيد يبقى ديني 2HG ويخلى بالك من كتاب الرموز لما الاليمنت بيكون عبارة عن 2LATERS الاول كابتل والتاني سمول بلس O2 ويخلى بالفهم اللي هو سي يو هفتح قوس الارو عليه ديني COO بلس H2O ويبقى ديني كده من اشهر الاسئلة اللي بتيجي وممكن نطاق انت كده تمام جدا وبتدینو اجابة فيها كل حاجة ان شاء الله تمام طيب هنا سؤال جميل جدا بيقول هاو كان يو ديفرانشيات ازاي تميز بين كل من الاتي اللي هو متل اوكسايد اند متل هيدروكسايد طبعا عن طريق اللي هو الهيتنج تمام دي الوسيلة اللي انا استغلق اول ملحوظة لازم تبقى قدامك ان هو انا اي الميتل مش اي الاسم متل معين لقبر ولا ميركري ولا غيره فانت ده بتعتمد على حفظ زقة ليه اللي هو الجزء ده تماما هو الجزء ده يعني انت تقول له متل اوكسايد او هتقول له ان متل اوكسايد تتقصر ل متل و اوكس جنجاز ليكتبانيه الهيتغوزان صغير لذي انما لو او متل اوكسايد تو المقضي الميز تقصر لتو اسمهم واحد منهم نوع متل والتاني هو الاكسوجين جاز واللي هو المتل هيدروكسايد بتقسر واحد من فيهم متمثل بالمتل اكسايد والتاني اللي هو الووتر فيبر وهي دي اجابة السؤال تمام خلي بالك في فرق ما بينك ان نتكلم بالمتل واسم المتل داي عندنا هنا برضو بتيجي الاسئلة دي كتير يقول احنا هننركز على سؤالي التاني لان احنا دخلنا لحد دلوقتي ايه هو نوع الرياكشن والله انت عندك كده تسخين اهو يبقى كده بداية ان ده سيرمال دي كومبوزيشن تمام ايه الحاجة اللي بتطلع لك اللي هي المتل كربو نيت تمام زي المسال اللي هو القبر الكربوني يبقى الطيب اول حاجة ده سيرمال دي كومبوزيشن رياكشن وممكن احط بين قوسين اللي هو كمثال كبر كربو نيت تمام يبقى ده جميل جدا يبقى هنا كده اعاوزك توطح في المادة اللي كانت موجودة المادة اللي كانت موجودة عندي اللي هي متمثلة في المتل كربو نيت اللي هي كبر كربو نيت كبر كربو نيت ماشي او ممكن اكتب قبر كربو نيت تمام يبقى هنا عندي سيرمال دي كومبوزيشن فعيديني سي يو او بلس سي او تو افولف هاو كان يو ديتكت ذا افولفن جاز اللي هو اتربيدز اللي هو بيعمل تربيدتي فور كلير لاي موتر اللي هو ماء الجير الرائق اتركوا شاهبه لتقي فاقوم بوضعنا و هو السؤال الثاني formula وتُكتب لمحي لا حقا TXT الى ان ا 2018 بالفعل والمرت축ة عن البرقyi كتبنا العالة وعملنا ديكشن للإفولب الجال إنما السؤال الأولين اللي ما يقول اللي وقت الزيطيب أوفزر عاكشن لو قلت اللي هو على طول ما فيش مشكلة قلت ده يكون أفضل وأجمل إن شاء الله أتمنى إن شاء الله تعالى تكونوا فهمتوا الفيديو وأتمنى أن نعود أصدقائكم من شاركة في القناة والاستفادة ومحتواها وأخيراً بسألكم الضعاء الوالدي والجميع الموت المسلمين بالراحة والمغفرة شكراً لكم إنما لكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته